وطلعي بركاته أعزائي طلبة وطالبات الدبلوم التجاري شعبة إدارة معكم أستاذ محسن الشريف معلم بوزارة تربية والتعليم لمادة المحاسب إن شاء الله النهاردة سنة جديدة علينا كلنا إن شاء الله بداية جديدة في حلقات جديدة على قناتكم ومميازة قناة مصر التعليمية وهنبدأ طوال الفترة اللي جاء إن شاء الله نبدأ معكم شرح مادة محاسبة الضرايب وهي الخاصة بشعبة إدارة طيب إحنا دلوقتي قلنا مواد شعبة إدارة مواد متعددة وهي من ضمن المواد التجارية وقلنا المحاسبة من ضمن الأسئلة أو من ضمن المواد المهمة جدا اللي إحنا لازم نركز فيها واتكلمنا قبل كده في حلقة سابقة في قناة مصر التعليمية عن أهمية المحاسبة وأهدافها بدأنا بحلقة تعريفية عن المنهج وقلنا المنهج بيتكلم عن إيه وأبوابه وهبدأ برضو أقرر أو أعيد بعض الأجزاء منها دلوقتي على أساس نبدأ السنة إن شاء الله بحلقة جديدة وبدأت عام دراس جديد تمنيتنا لكم بداية بالتوفيق والنجاح إن شاء الله وتحقيق أهدافكم وتحقيق أمنياتكم طيب إحنا دلوقتي معنا مادة محاسبة الضرايب دي خاصة بشعبة إدارة اللي بيتفرج علينا تاني برضو بنقول في محاسبات تانية بأقسام تانية يعني هنلاقي عندنا في شعب أو شعب الخاصة بدبلوم تجارة أربع شعب وهي شعبة إدارة وتسويق وتأمينات وشعبة قانون كل شعبة من دول بتدرس محاسبة مختلفة عن التانية يعني عشان برضو ما يكونش فيه لغة أو سوق فهم أو إحنا مش فاهمين إن إحنا محاسب الضرايب دي خاصة بشعبة إيه لأ إحنا بنحدد من دلوقتي بنقول محاسبة الضرايب خاصة بشعبة إدارة في محاسبة شركات مساهمة خاصة بشعبة تسويق في محاسبة تأمينات خاصة بشعبة تأمينات وأخيرا محاسبة حكومية خاصة بشعبة القانون طيب بداية إن شاء الله إحنا هنتكلم خلال إن شاء الله الحلقات الجاية عن منهج مادة محاسبة الضرايب وقلنا المادة دي محتاجة من لكم من أول بداية السنة تكونوا مركزين فيها كويس قوي وتعتمد شوية على التركيز والفهم ومش إحنا مش هنعتمد بقى على التلقين والحفظ إن إحنا بقى ناخد المادة كده حفظين الأسئلة اللي فيها جاية إزاي لا هي بتتناوعة وتتغير من فترة تانية ومادة محاسبة الضرايب عموما بنلاقي كل فترة فيها بعض الأجزاء منها بتتغير حسب التشريعات والقوانين التي تصدرها البلد فعشان كده بنلاقي كل سنة فيها شعب وفيها أجزاء وفيها أجزاء مختلفة وأجزاء متغيرة عن السنة اللي قبلها بس بطمن إخوات الزملاء وأبناء الطلاق الطلب والطالبات إن إن شاء الله بإذننا في مادة المحاسبة هتفضل سبتة بنفس النسب والأرقام اللي هي الخاصة بالسنوات السابقة أو السنة اللي فاتت عموما يعني لا تغيير في شرائح لا تغيير في نسب أو معفى أو مبالغ مقررة معفى النسب كلها سبتة مش هتتغير عن السنة اللي فاتت عشان خاطر نبدأ كده سنة إن شاء الله جديدة فيها تعود على الفهم وفيها إن إحنا لازم ننمي أفكارنا شوية ونحاول نفكر فيها وإحنا قلنا برضو المحاسبة بتاعة الضرائب أو محاسبة الضرائب دي من ضمن المحاسبات المهمة جدا 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 واعتمادها أساسي على فهم الطالب لمنهج بتاعنا طيب إحنا عندنا ستة أبواب في المنهج إن شاء الله هنتكلم عليهم أو هنسميهم ستة أسئلة بداية بداية المنهج في ضريبة وهنقول دلوقتي مفهوم الضريبة في الشرح اللي هنقوله لكن المقررة علينا في الستة أبواب اللي مقررنا علينا أو الستة أسئلة ان شاء الله بيجي منه من تحان اخر السنة اول سؤال خاص بمحاسبة او بضريبة اسمها ضريبة المرتبات والسؤال التاني خاص بضريبة النشاط التجاري والصناعي والسؤال التالي خاص بضريبة المهن الحرة او المهن غير التجارية والسؤال الرابع ارادات السروة العقارية او ضريبة السروة العقارية ثم بعد كده بنتطول جزء مهم جدا عندنا اسمه ضريبة ارادات النشاط التجاري والصناعي للاشخاص الاعتبارية يعني احنا هناخد برضو جزء مهم جدا لما اجي ازاي احسب ضريبة على الشركات. واخيرا ضريبة القيمة المضافة. انا قلت دلوقتي ستة اسئلة. عندنا ستة اسئلة خاصين بالمنهج بتاعنا. ياريت نبدأ نركز. ياريت نراجع كده ان شاء الله بعد ما بنخلص الحلقة بنزله لكم على قناتكم. قناة مصر التعليمية على اليوتيوب. وتبدأوا تجيبوا الحلقات تاني وتبدأوا تذكروا. وتبدأوا يعني تمسكوا الم ورقة وتبدأوا تحلوا. اعتمد على كتاب المدرسة. اسئلته الموجودة اخر كل فاصل. امتحانات النمازج اللي موجودة في اخر الكتاب. في امتحانات سنين سابقة كتيرة جدا. تبدأ تضرب نفسك. خلص سؤالك. ابدأ زاكر وركز شوية. ان شاء الله تبدأ تجيب درجة كبيرة جدا في المحاسبة. وانا بقول ان محاسب ضريبة من ضمن المحاسبات الجميلة جدا اللي انت تحب تدرسها. ما فيهاش تعيد كتير. لكن بكرر تاني بقول حاجة مهمة جدا. هي بتعتمد اعتماد اساسي على التفكير والتركيز وعلى الابتكار. يعني انا مش عايز اقول برضو هي حاجة جامدة. يعني بتتغير كل فترة. فلازم انت تكون ايه? اه ما تعتمدش مثلا ان انا الامتحان السؤال جاي مباشر بطريقة معينة. لا ممكن اجيب لك فيه فكرة عشان برضو اميز الطلبة اللي بيذكروا بيتعبوا. اه وطبعا لازم تبدأوا تفكروا في الحاجة قبل ما تبدأوا تحلوا اي تمرين. ومش كتاب المدرسة بس نعتمد عليه ان انتحانات السنين اللي فاتت نبدأ نتمرن عليها عشان خاطر تبدأ ان شاء الله جيد درجة كويسة في المادة. وهي من ضمن اه سبع مواد تجارية في شعبة ادارة خاصة بشعبة ادارة قول. وتركزوا فيها شوية ونبدأ على بركة اللي ان شاء الله الحلقة الاولى في محاسبة الضريب وهي الضريبة الاولى وضريبة المرتبات. تعالوا مع بعض نشوف الجزء الاول من محاسبة الضريب. وهي بيتكلم عن ايه وهنبدأ نفع مفهوم الضريب ونبدأ باكد ندخل في الايه في الجزء بتاعنا اللي احنا اللي بدأنا فيه. طيب. اول حاجة محاسبة الضريب. جزء الاول في محاسبة الضريب بيعتمد على مفهوم الضريبة وتعريف الضريبة. طيب. مفهوم الضريبة وتعريف الضريبة بيقول لي ايه تعريف الضريبة تعريف الضريبة هي فريضة نقدية تحصل عليها الدولة من الافراد والمنشآت تبقى لقواعد محددة بغرض تغطية النفقات العامة وتحقيق الرفاية الاقتصادية والاجتماعية طيب يعني ايه كلمة ضريبة انا عايز افهم يعني ايه كلمة ضريبة ضريبة دي قلنا فريضة نقدية يبقى اول حاجة عرفنا في الضريبة انها فريضة نقدية وليست عينية يعني مبلغ من المال يدفع من الفرض او من المنشأة الى الدولة مين بتحصل عليها الضريبة دي بتحصل عليها الدولة من مين من اتنين او من اكتر كمان افراد ومنشآت وشركات تبقى لقواعد محددة بغرض تفقيد تغطية النفقات العامة وتحقيق رفاق الاقتصادية والاجتماعية لو جينا خدنا منحظة على التمرين بتاعنا لو بتاع الضريبة ده لازم تعرفه وتركزه معايا كويس جدا عرفنا اول حاجة انها ضريبة نقضية رقم اتنين هي بتحصل عليها الدولة مش اي فرض بيحصل على الضريبة رقم تلاتة هي توزع او يحصل عليها الدولة المنشأة تبقى لقواعد واحنا بناخد الضريبة دي ليه عشان نغطي النفقات العامة ورفاير الاقتصادية والاجتماعية طيب رقم اتنين من لحظاتها التعريف قلنا الضريبة فريضة لانها تفرض على الجميع ولا يجوز الامتناء عنها لازم كل الافراد يدفعوا الضريبة سواء شركة او فرض الضريبة نقضية لانه لا يجوز سددها في شكل خدمات شخصية او عينية يعني دي فلوس بتدفع مش هينفع عديك مكانها جزء عيني او انا النادى اسدد الضريبة بطريقة تانية غير انها يكون نقدن اي اشكال غير الطريقة النقدية لا يجوز تحصل الضريبة بيها رقم تلاتة تؤدى الضريبة الى الدولة بما لها من سيادة وليس الافراد يبقى الضريبة تحصل عليها الدولة وليس الافراد تستخدم الدولة حصيلة الضريبة في الوفاء بالنفقات العامة للدولة ككل يعني الدولة بتاخد الضريبة دي عشان تصرف بيها على متطلباتها ونفقاتها العامة طيب نبدأ من خصائص الضريبة هي ضريبة مباشرة هي ضريبة سنوية وضريبة شخصية وتساعدية يبقى لو جاسه قال لي طبعا عادة لو جزء نظر في الامتحانجة ما بيجيش عليك اكمل 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 او ممكن اكمل انما مش عرف يعني مش اجي اقولك ايه اذكر خصائص الضريبة لازم تكون عارف برضو ان الضريبة ممكن اجيبك سؤال اكمل من خصائص الضريبة انها نقط ونقط 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 يبقى ضريبة مباشرة سنوية شخصية تساعدية مباشرة هي مباشرة على طول بالفرض اللي هو يدفع الضريبة دافع الضريبة بيكون مرتبطة به وليس بشخص اخر ضريبة سنوية تحصل كل سنة سعودية تزيد كلما زادت مبلغ الاراد على الضريبة اول سؤالة عندنا ان شاء الله وهو الجزء الاول الخاص بالضريبة على المرتبات حابب معاكم اوضح لكم الجزء الاول بتاع الضريبة ايه يعني ايه ضريبة مرتبات احنا دوقتي عرفنا الضريبة وقلنا دي ضريبة نقدية يعني لازم احصلها نقدر طيب ايه ضريبة اللي انت حضركة تبدأ تقولها لنا وهي ضريبة المرتبات مقصود بايه بكلمة ضريبة المرتبات ضريبة المرتبات ضريبة تفرض على اي موظف سواء كان قطاع عام او قطاع حكومي انا شغال مدارس يخصم من مرتبي مبلغ من المال واعتبر المبلغ ده تعتبر ايه ضريبة يعني انا ممكن اكون قابض مبلغ معين يبدأ هو معايا يخصم جزء معين من المبلغ واللي بتخصم ده بيعتبر ايه ضريبة طيب ضريبة المرتبات دي عشان افهمها لازم برضه ركز هو المرتب بتحسي بعد ضريبة على اساس ايه في نسب سابتة فيه اعفاءات بتقرر على الضريبة عشان اشوف الموظف في الاخر بيحصل على صافي داخلي ليه كام وابدأ احسب الضريبة عليها وبتبقى الضريبة الاول سنوية وبعد كده بتخصم او تقسم على 12 عشان اجيبها شهري يبقى الضريبة عندنا في الاول برضو ضريبة المرتبات زي ما قلنا في الاول من متطالبات الضريبة او من ضمن مفهومها انها ضريبة سنوية يبقى لو عرفنا ان الضريبة سنوية احنا لما نجي ندفعها هندفعها بالشهر تب ليه بالشهر بقى عشان خاطر كل موظف فيقبض اخر كل شهر مش بيقبض كل سنة يبقى انا بحسبها في السنة قد ايه وبعد كده ببدأ اجزائها على 12 شهر وهي شهور السنة ويددى الموظف يدفع الايه الضريبة تعالوا كده نشوف ضريبة المرتبات بتتكلم عن ايه واعرف حلها ازاي وهي ايه ايه هي اقسمها وتنقسم لايه وازاي حل تمرين ضريبة المرتبات والطريقة فيه المباشرة وممكن ييجي ازاي ان شاء الله معكم النهاردة حلقة مهمة جدا وخلي بالكم من ضمن الاسئلة الهمة واللي عليها درجة كبيرة في الامتحان هي ضريبة المرتبات هي تعتمد بس شوية في الفهم الجزء الاولاني وانت بتبدأ تحط بيناتك اللي انت عارفها في التمرين اول جزء معنا في الضريبة على مفهوم الضريبة الضريبة على المرتبات تفرض الضريبة على المرتبات على اراضات العمل التابع وهو العمل الذي يؤديه العامل لحساب الغير وتحت اشراف ورقابة هذا الغير والاجر نوعان الاول ان الضريبة تفرض على اراضات العمل التابع يعني عمل تابع يعني سيادتك لازم تكون شغال في مكان وهو العمل الذي يؤديه عامل لحسابي الغير شغال في مصلحة حكومية او قطاع خاص اهم حاجة ان انت كنت تابع عمل تابع وتحت اشراف ورقابة هذا الغير يعني انت تحت اشراف ورقابة صاحب العمل سواء مديرك في المدرسة اللي هو تابع طبعا للوزارة بتاعتك او للاضارة بتاعتك سواء كنت في مصنع وليه صاحب المصنع ده في مدير شركة او فيه صاحب مصنع انت تابع ليه طبعا كل ده تفرض عليهم الضريبة يبقى احنا برضو قلنا حاجة مهمة جدا ان الضريبة تفرض على العامل سواء قطاع خاص او الموظف برضو عامل او موظف او قطاع حكومي الاجر عندنا نوعين الاجر نوعين اجر اساسي واجر متغير اجر اساسي واجر ايه الاجر الاساسي ويشمل مرتب اساسي على وخاصة او اضافية او اجتماعية والاجر المتغير يشمل بدل طبيعة عمل حوافز انتاج اجر اضافي برضو يمكن تقسيم الارضات الخضعة للضريبة الى مرتبات وما في حكمها مكافئات نظر اعمال اضافية مزان نقضية يبقى انا برضو لاستنتكتو ان الاجر الاساسي عبارة عن مرتب اساسي وعلاوة خاصة او اضافية او اجتماعية والاجر المتغير لازم نكون عارفينه بدل طبيعة عمل وحوافز انتاج واجر اضافي وهي ما يحصل عليه العامل مقابل عمل اضافي او ما يضاف الى مرتبه الاساسي زي بدل طبيعة عمل حسب المكان اننا شغال فيه هل يبعد عن مكان العمران هل في صحرة هل في مكان معمور او مكان موجود في منطقة نأية مثلا منطقة مثلا في وسط البلد عندنا فيعتبر المكان بالنسبة لبعيد والله رايب دي كلها تعتبر بدلات بيحصل عليها العامل حافز انتاج طبعا عشان نشجع العامل على العمل واجر اضافي ما يحصل عليه العمل نتيجة اجر ايه او عمل اضافي يقوم بيه بالمنشأ يمكن تخصيل ما عامل قولنا مرتبات ومكافئات ونظير ايه اعمال طيب هنبدأ دلوقتي مع بعض على حاجة مهمة جدا وهي التمرين الاول وهو الضريبة على المرتبات التمرين الاول ده ازاي تقدر تحل تمرين مرتبات طيب لو جالك التمرين هتشوف شكل التمرين صغير جدا 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 مش حجم كبير يعني حقق سطرين 3 4 5 وانت بتبدأ تحلو ازاي طيب نقسم تمريننا ونشوف التمرين بيتكلم عن ايه وايه المطلوب مننا واحسب الضريبة ازاي طيب لو جيت في التمرين الاولاني معنا هو بيقول لي ايه با مصطفى الفئ يعمل في شركة قطاع خاص يتقاضى شهريا ما يلي مرتب اساسي 2000 نركز على كلمة المرتب الاساسي 2000 وعلوة خاصة مضافة الاجر الاساسي 400 يبقى المرتب الاساسي 2000 وفيه علوة خاصة مضافة 400 بدل طبيعة عمل 600 واجر اضافة 300 فاذا علمت ان الممول يصرف له بدل سفر وانتقال 150 جنيه شهريا حساب الضريبة علما بان المرتب الاجر الاساسي الحد الاقصى الاجر الاساسي 2000 والمتغير 1000 جنيه انا حادي بيقول نقطة مهمة جدا 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 وتجيبوا قلم وورقة وتبدأوا تركزوا معايا فيها ايه النقطة اللي انا هقولها دلوقتي نقطة دي مهمة جدا جدا وتركزوا معايا احنا قلنا الاجر نوعين قلنا الاجر كم نوعين اجر اساسي واجر متغير الاجر الاساسي يشمل اجر وعلاوة اجر وايه وعلاوة يبقى تاني هقرر تاني ركزوا معايا بقولك اهو الاجر نوعين اجر اساسي واجر متغير الأساسي عبارة عن مرتب أساسي بالإضافة إلى علاوة خاصة أو إضافية أو اجتماعية يبقى تاني مع بعض الأجر الأساسي عبارة عن مرتب أساسي وعلاوة خاصة إيه مضافة أو أساسية علاوة خاصة مضافة أو علاوة خاصة اجتماعية أو علاوة خاصة طبعا المضاف يتحط مع الأساسي والغير مضاف يتحط مع المتغير زي ما أشوف في التمنيد دلوقتي أنا بحلها بدل طبيعي التعمل وأجر إضافي الاتنين دول اجر متغير نبقى انا عشان احل تمريني لازم اركز عن نقطتين دول مهم جدا اعرف الاجر الاساسي ايه هو والمتغير ايه هو خلي بالكم دلوقتي علما بان الحد الاقصى الاساسي الفين والمتغير يعتبر بالنسبة لنا الف جنيه طيب جزء التاني معنا من التمرين تميد الحل قبل ما اجي حل التمرين بتاعي لازم اركز على ايه على الجزء الاولاني ده مهم جدا جدا بالنسبة لي في حاجة عندي اسمها حساب اشتراك تأمين اجتماعي قبل ما حل التمرين بتاعي لازم اعمل لها تمهيد كده عشان احل التمرين الاجر الاساسي ناخذ الاقل وده فهمهلكم دلوقتي الاجر الاساسي في التمرين الفين جنيه وفي علاوة خاصة المضافة للاجر الاساسي ركزوا معايا شايفين انا عامل باللون المختلف الاصفر ده واحد عن الاجر الاساسي بيها عن الاجر المتغير ايه يا مستر ما انت قلتنا الاجر ايه الاجر نوعين فيه اجر اساسي وفيه اجر متغير الاجر الاساسي الاولاني ركزوا معايا والاجر الاساسي الاولاني عبارة عن مرتب وعلاوة خاصة مضافة يبقى انت كده استنتجت ان الالاوة نوعين اما علاوة مضافة او علاوة غير مضافة تاني الالاوة نوعين اما علاوة مضافة او علاوة غير مضافة وعايزكم تركزوا كويس اوي 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 في موضوع الاجر ده هقول تاني الأجر نوعين إما أجر أساسي أو أجر متغير يبقى الأجر كم نوع؟ اتنين أساسي ومتغير طيب الأساسي حكتين مرتب أساسي وعلوة خاصة مضافة بأن العلاوة عندي برضو نوعين مضافة وغير مضافة لو التمرين بتاعي جات للعلوة فيه مضافة هحسبها من ضمن الأجر الأساسي لو التمرين بتاعي جات لعلوة غير مضافة هحسبها من ضمن الأجر المتغير طيب ما تقولينا كده حضرتك ايه هو الاجر الاساسي وايه هو الاجر المتغير الاجر الاساسي حاجتين علاوة خاصة ومرتب اساسي او مرتب اساسي وعلاوة خاصة والمتغير تلت حاجات بدل طبيعة عمل حوافز انتاج اجر اضافي حاجة تانية لا بدل طبيعة عمل حوافز انتاج اجر اضافي بنا عندي خمس نقط اتنين ينقسم الاجر اساسي وثلاثة ينقسم الاجر المتغير تاني الاجر الاساسي ينقسم الى مرتب اساسي وعلاوة خاصة مضافة ركزوا على كلمة مضافة وغير مضافة وركزوا على العلاوة الخاصة لما يجي يقول لي علاوة خاصة او مرتب اساسي ويشمل علاوة يبقى العلاوة دي من ضمن المرتب الاساسي طب نميجي التمرين تاني يقول لي علاوة خاصة او مرتب اساسي مبلغ معين مثلا الفين جنيه وعلاوة خاصة ربعمية يبقى دول يجمعه الالفين لوحدهم وربعمية لوحدهم لان دول بيشمله الاتنين مع بعض طب لو انا جيت في التامنين قلتلك ان المرتب الاساسي 2000 ويشمل علاوة 400 يبقى المرتب الاساسي 1600 ضايرك تعالى طول اشيل الربعمائة طالما قال لي يشمل يبقى انا برضو عايز ارجع النقطة مهمة جدا وتركزوا معايا فيها ان العلاوة عندي نوعين اما علاوة مضافة او علاوة غير مضافة لو لقيت العلاوة مضافة حطها مع الاساس لو لقيت العلاوة غير مضافة حطها مع المتغير طب ايه المتغير حضرتك بدل طبيعة عمل حوافز انتاج اجر اضافي طيب رجع التمريني بارقامي وتشوفوا التمرين بيتحلي معايا ازاي عشان تركزوا في الارقام قبل ما ابدأ الجدول وابدا اقول لكم بيتحلي ازاي طب الجزء الاولاني معايا كده بيقول لي ايه حساب اشتراك التأمين الاجتماعي في حاجة بنعملها اسمها اشتراك تأمين اجتماعي انت بتاخد الاجر الاساسي نأخذ الاقل بين المحسوب عن الاجر والحد الاقصى المرتب الاساسي في التمرين عندي انا عايز ارجع كده يعني على التمرين برضو واحنا بنحل لهو المرتب الاساسي كام يا جماعة الفين والعلاوة الخاصة مضافة ولا غير مضافة مضافة يبقى دي ربعمية يبقى الاجر الاساسي كله على بعضي الفين زائد ربعمية طب المتغير بدل طبيعة عمل ستمية واجر اضافة تلتمية بقى تسعمية سيبك من كلمة المموال يصرف له بدل سفر انتقال دي دي الوقت هاشرح ايه بعد ما خلص الجزء من التمرين قالك حساب الضريبة المستحق على الموظف علما بأن الحد الاقصى للاجر يبلغ الفين جنيه والمتغير يبلغ الف جنيه طيب هنبدأ ما نبص التمرين بتاعنا خدنا الجزء الاولاني اهو التمييد للحل هنقول له الاساسي الفين والمتغير ربعمية يبقى الفين ربعمية الحد الاقصى في التمرين قال لي كام قال لي الفين يبقى الالفين اللي تلعو دول عايز بقى كده اتجاوبوا معاه هل الاقل احنا قلنا الفين وربعمية بقى الفين وربعمية وهو قال لي علما بقى ان الحد الاقصى للاجر الاساسي الفين سيادتك بالعقل كده عايز الاقل فيهم الاقل الفين وربعمية ولا الفين طبعا الالفين همسك الالفين دي اضربها في تلاتاشر على مية في كام على مية تلاتاشر هتدينا ماتين وستين جنيين تعال بقى على الاجر المتغير هم حكتين اتنين بس اللي جولي في التمرين اللي في التمرين جالي بدل طبيعة عمل هبارة عن ستة مية واجر اضافة تلاتمية يبقى المجموعة تسعمية حد الاقصى قال لي في التمرين تلاتمية بقى اخد الاقل طب الاقل تسعمية ولا تلاتمية طبعا الاقل كام يعتبر بالنسبة لنا تلاتمية فيه نسبة سابت عشرة في المية هتطلع معايا تمانين جنيه عايز اقول حاجة مهمة اشتراك التأمين الاجتماعي بيحسب على الاجر الاساسي نسبة سابتة تلاتمية اشتراك التأمين الاجتماعي على الاجر المتغير بنسبة سابتة عشرة في المية ارجع تاني اشتراك التأمين الاجتماعي يؤخذ على اساسي الاساسي يعني انا بحسبه على الاجر الاساسي بتلاتمية وعلى المتغير يعتبر كام عشرة في المية احسب الضريبة ازاي الضريبة تتحسب طبعا انا عايز بس اقولك وانت بتحل التمرين تبدأ تحل كله في صفحة واحدة احنا طبعا عشان خاطر احنا بنعرض لكم الجزء بتاع الشرح كده على اجزاء على اساس الصفحة تبقى واضحة قدامكم فبنبدأ نجزأ التمرين على جزئين طب احنا عشان ما نجزأوش على جزئين طبعا انت لما تيجي في الامتحان هتسطر تمينك عادي جدا وتبدأ تحط التمرين في قلب جدول وتحله في صفحة واحدة يفضل طبعا ما قضيتش الصفحة كامله في صفحة تانية ما فيش مشكلة بس يفضل ان التمرين ياخد صفحة واحدة هو مش هياخد ان شاء الله اكتر من الصفحة وتبدأ تمرن نفسك على التمرين كتير لان في حاجات سوابة كتير اول طيب انا عملت اشتراك تعمل اجتماع اول حاجة هبدأ بقى التمرين بتاعي نبدأ نحط الارقام فيه من التمرين اللي احنا خلاص بدأنا كتبنا احنا ارقامه دلوقتي انا عارف ان انتو كل واحد كتب ارقامه قدامه دلوقتي في وراء او في كاشكول ويبدأ يطبق معي بالارقام يبقى انا عايزك حتى تبقى مسك الارقام قدامك كده عشان تعرف رقم ده جاملين طيب الجزء الاولان يبقى معنا كده هنشوف التمرين بيتكلم عن ايه في ضريبة المرتبات اولا اجمال الاجر الاساسي والمتغير احنا قلنا الاجر نوعين طيب انا عارف ان انتو شو تطروا هتجاوبوا الاساسي مرتب اساسي وعلوة خاصة والعلوة الخاصة دي مضافة وفي نفس الوقت معفاة يبقى هاجه اكتب له كده اقول له اولا اجمال الاجر الاساسي والمتغير الاساسي الشهري مرتب اساسي وعلوة خاصة العلوة الخاصة دي تلعب ربعمائة والمرتب الاساسي بألفين العلوة الخاصة تيجي حضرتك قدامها وتحط شرطة عشان دي معفاة اتنين الاجر المتغير جاب لي حاجتين اتنين بس بدل طبيعة عمل ستمية واجر اضافة ثمية جبتهم منين دول يا ميستر من التمرين يبقى لاربع ارقام دول موجودين في التمرين مع عدل علوة الخاصة حطيت قدامها شرطة عشان دي معفاة جمع حضرتك على الاهل الحزبة بتاعتك او حضرتك الفين والستمية والتلتمية هيبقى المبلغ الفين وتسعمية ابدأ بقى بالتمرين من اللي جاي تركز شوية هقول له اجمال الاجر بتاعنا الاساسي والمتغير الفين وتسعمية وابدأ احط سوابت من عندي تاني بقرر سوابت من عندي يعني الحاجات دي سابتة في التمرين وفي حاجات فيها بيتغير لها ارقام يعني نفترض مثلا اول حاجة الجزء الاولاني اللي انا بقولوك عني ده بشاوري عني ده اعفاء شخصي للممول سبع تلاف جنيه على اتناشر سابت الرقم ده سابت في اي تمرين يجيلك خمسمية تلاتة وتمانين وتلاتة من عشر تاني اعفاء شخصي للممول السبع تلاف على اتناشر رقم سابت بخمسمية تلاتة وتمانين وتلاتة من عشر الاجر المتغير اشتراك التأمين الاجتماعي على اجرين اجر اساسي واجر متغير تاني قلت هو شايفين الاجر الاساسي هو كم والاجر المتغير طب انا لما جيت حسبت الاجر الاساسي ضربته في تلاتة عالمية نجمع كده الاساسي شايفين اهو 2000 ودرب عمية ب2400 بس هو قالك في التمانين لحد الاقصى 2000 مش الالفين دي بقى هو حط رقم من عنده فانا باخد الاقل من 2400 طبعا الالفين لما تضرب الالفين في تلاتة عالمية في التمهيد اللي انا عملته هتطلع لك 260 جنيه طب الاجر المتغير الاجر المتغير يا مستر حكتين 600 و300 بس سواني قالك الحد الاقصى 80 طبعا انا باخد الاقل على طول الاقل 80 ولا عندي 90 80 ف10 على مية تمانين جنيه اجمع التلات ارقام دول يديني 923 و3 من 10 اطرح اجمال للاجر الاساسي والمتغير 2900 نقص 923 يديني 1767 وهبدأ بصفحة جديدة تكملة التمرين تابع حساب الضريبة اول حاجة صف الاراضي الشهر ده جايبه منين جايبه من المبلغ اللي هو موجود معايا في التمرين قبل كده 1900 اللي هو اللي قبل ده على طول اخر رقم طلع معايا اللي هو كان بقى 1976 و7 من 10 يخصم منه حكتين ستين جن في التمرين او مجوش حكتين ستين ايه هو بقى اقصاد تأمين على حياته الموظف لصالح زوجته واولاده سمعت كده معانا بقول ايه لصالح زوجته واولاده ما قلتش حد تاني دي هبدأ بعد كده باشرحها لما تقابلنا في التمرين اشتراك تأمين صحي واحد في المية والتمرين بتاعنا لجلنا تأمين صحي ولجلنا اقصاد تأمين على الموظف فاخدت قدامها شرطتين نفس الرقم طلع زي ما هو 1977 ستة وسبعين وسبعة من عشرة ده سمين نصف الاراضي الشهري الخاضع للضريبة طيب عايز بقى حاجة مهمة جدا 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 وتركزوا فيها شايفين الرقم اللي أنا جبته ده 1976 وسبعة من عشرة ده بيتضرب في 12 عشان يحول من شهري الى سنوي يحول من شهري الى ايه الى سنوي يعني 1976 وسبعة من عشرة في 12 طلع ب23 1719 وتسعة من عشرة طيب واخصم منه شريحة معفاه رقم سابت 8000 هيديني ناتج 15 1719 وتسعة من عشرة سيادتك الضريبة السنوية قبل ما تحسبيها هتقربي الرقم ده لاقرب رقم عشري يعني 15 1719 وتسعة من عشرة ما نقولها 15 1720 يعني تبقى الارقام كده سابتة ولو قلتها 1500 وسبعمية برضو ما فيهاش اي مشكلة بعد كده هتمسك الرقم الانت جبته ده اللي هو الايه اللي هو رقم الاخير ده اللي انت قربته احنا قلنا 15 1719 وتسعة من عشرة ولو سيادتك دربتها في 12 10 على 100 على طول وتغاضيت عن السفر او الرقم ده عادي انا ما بقولكش ان دي فيها خطأ او حاجة بس احنا بنحاول نقربه على اساس ان احنا نكون ماشيين التامنين كله صح طيب بعد كده طلع الناتجة عندي 15 1720 نروح ناربين وفعش على ما يبقى الضريبة السنوية 1572 ثم الضريبة الشهرية 1572 تقسمه على 12 شهر الراجل ده او الموظف ده هيدفع ضريبة كل شهر 131 جنين بلاحظة هامة يعفى من الضريبة بدل السفر والانتقال في الضريبة يعني لو قالك بدل سفر والانتقال بدل مسكن بدل ملبس يعتبر ايه يخصم من الضريبة بتاعتنا وده برضه عشان خاطر تلكس شوية في التامنين وتبدأ تحله هاب دلوقتي برضه عايز اقولك مراجعة بسيطة بس كده عشان انتم ايه ما اتهوش في الموضوع اللي انا بتكلم فيه لانه تمرين مهم جدا 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 يعني الضريبة قلت او الضريبة المرتبات تفرض على الموظف سواء كان قطاع خاص او حكومي وقلت انا هقسم تمريني لجزئين جزء الاول مرتب اجر اساسي والجزء التاني اجر متغير والاجر الاساسي قلنا حاجتين مرتب اساسي وعلوة خاصة مضافة علوة خاصة ايه مضافة والجزء التاني المتغير او الاجر المتغير تلت حاجات بدل طبيعة عمل حوافز انتاج اجر اضافة تلت حاجاتهم معاي عشان تفرق تمرينك وطرف ده بيتحط معايه وده بيتحط معايه طالب حطهم كلهم مع بعض برقم رسوم تحت بعض برضو صح مش غلط مش هنقوله دي حاند حركة السنتاء الاساسي ومتغير انت حطيت كل الاجر مع بعضها مفيش مشكلة برضو مش هتأثر معاك تمام عشان ما تلكك ما تلككش للطالب هقوله لا دي اساسي لوحدة ومتغير لوحدة مفيش مشكلة والكتاب معلجها كده برضو ببعض التمرين ولو انت حابب مثلا تحل الاساسي الواحدة والمتغير لوحدة او كلهم على بعضهم مفيش مشكلة حسب طريقة او الطريقة اللي بتفهم بيها المهم يكون ايه ما يخرجش عن طاق كتاب المدرسة او فيها حاجة مختلفة عنه الحاجة التانية بعد ما بتعمله بتعمل اشتراك تأمين اجتماعي وتحدد الاساسي الواحدة والمتغير الواحدة لو عندك في التأمين قال لك كلمة علاوة مضافة او علاوة خاصة علاوة اجتماعية اي علاوة من دول سواء كانت العلاوة دي لازم تركز في نقطتين النقطة الاولانية او نقطة الاولى بتاعتي ان هل العلاوة دي مضافة ولا غير مضافة لو حضرتك العلاوة مضافة هتبقى تخضع للاجر الاساسي او اشتراك التأمين الاجتماعي للاجر الاساسي لو قال لك العلاوة دي غير مضافة هتحسبها مع الاجر المتغير ودي عشان برضو هيبقى فيها اختلاف ارقام شوية لو انت حسبتها هنا او ما حسبتهاش هنا انها ما عايزين نمشي ايه نمشي التمرين بتاعنا صح بعد كده تبدأ تحط تمرينك تبدأ تروس حاجات سابتة ايه بقى اللي بعد كده يخصم منه بعد ما بجمع الاراضات دي كلها او المرتبات دي كلها اللي هو الاجر الاساسي والمتغير بجمع الاجور كلها ابدأ اقول له ثانيا يخصم منه واحد اعفاء شخصي رقامها سابت خمسمية تلاتة وتمين وتلاتة من عشرة خمسمية تلاتة وتمين وتلاتة وتلاتة من عشرة من مية خمسمية تلاتة وتمين وتلتمية تلاتة وتلاتين من الف ايه اللي يعجبك يفضل ان انت بعد العلامة تحط رقم واحد عشان تبقى تسهلك بعد كده في الايه في التمرين حلتها تلاتة وتلاتين او ما فيش مشكلة احنا مش بن ايه احنا مش بنعقلك في الارقام احنا بنقول لك الدنيا كويسة جدا. وتبدأ تحل وانت مستريح. وتبدأ تطبق براحتك. طيب. تالت حاجة بتقول له اشتراك تأمين اجتماع. بتبدأ في التمرين كده في التمهيد برا. عايز تحل التمهيد في قلب الجدول ما فيش مشكلة. بس يفضل برا كده عشان الارقام ما تتلخفنش معاك. بنقول له اشتراك الاجر الاساسي. بنجمع الاساسي. ولو مع علاوة خاصة مضافة. اجمع الرقمين. واضربهم في تلاتاشر علامة طبعا باخد الاقل زي ما قلت. لو اجر متغير بجمعهم اضربهم في عشرة علامية. وحط الارقام وجمعهم. واخصم ثالثا اشتراك تأمين صحي لصالح الممول وزوجته واولاده القصر اللي هما الصغيرين. واتنين اشتراك تأمين صحي. حبي بقول معلومة في بعض التمرين في اشتراك تأمين صحي. بيبقى موجود فيها يعني ممكن يجي لك اهو ضمن دي من الافكار المفروضة انت تتفكر فيها. ممكن انا جي لك في التمرين اقول لك اشتراك تأمين صحي. واحد في المية. فانت بتعمله. طب تمرين تاني ممكن ما يجيبش اشتراك تأمين صحي بس انا باضطر ان انا اعمله. لما يجي في التمرين يقول لي وركزوا معي في النقطة دي مهمة جدا. الموظف كزا او الاسم الموظف يعمل في قطاع حكومي. مفيش حد في الحكومة اسمه مش متأمن عليه تأمين صحي. كل حد شغال في الحكومة متأمن عليه تأمين صحي. فبالتالي لو ما جالكش في التمرين ده. لو الموظف ده حكومي. اشتراك تأمين صحي. انت بتعملها في التمرين. طب لو قال لك موظف يعمل في اي جهة تاني اي جهة خاصة. لازم يقول لك كلمة اشتراك تأمين اجتمال. حبيتها انبع النقطة دي. عشان برضو نقول ان المحاسبة بتعتمد برضو ان انت تكون دارس كل اجزاء المحاسبة بتاع الضرايب وبتتكلم عن ايه. طيب خد خلصت التمرين الاولاني على ضريبة المرتبات ضريب بسيط. اه يعني تمرين بسيط او ضريبة بسيطة. وهبدأ اخش في تمرين تاني اصعب شوية. بس برضو هيبقى نفس الفكرة مع زيادات بسيط. تعالوا كده نشوف مع بعض التمرين التاني بيتكلم عن ضريبة المرتبات عن ايه. ونبدأ نحل مع بعض. بيقول لي ايه بقى الاول قبل ما ابدأ التمرين. في ملاحظات مهمة جدا. يعفى من الضريبة بقوانين خاصة علاوة اجتماعية واضافية وخاصة. يبقى العلاوة هي اجتماعية او اضافية وخاصة. العلاوة الدورية تقضى على ضريبة المرتبات. ودي طبعا ايه? كجزء نظري عليها. يعني ما بيجيش في التمرين كتير او مش موجودة في اكتاب المدرسة بتمرين. بس ما يمنعش برضو ان احنا نتضرب عليها. ولو جت لها حسبها مش هقول مخصومة. العلاوة الخاصة تحسب من الاجر الاساسي. في حالة انه ذكر بالتمرين مضافة للاجر الاساسي. اللي انا لسه اعلم من شوية. العلاوة الخاصة تحسب من الاجر متغير في حالة انه ذكر بالتمرين غير مضافة لاجر الاساسي. طيب. تالت حاجة. الصفحة دي مهمة جدا جدا جدا. هتخليكوا تحلوا التمرين كويس. يعفى من الضريبة كل من بدل الصفر والانتقال. بدل مسكن. بدل جامعة. بدل مأكل. بدل الاقامة. يكون بالصالح الايه? العمل. نبدأ بقى في التمرين التاني رقم اتنين. اللي هو خاص بالضريبة المرتبات. عشان نبدأ ايه? اعرفكم الفكرة التانية اللي ممكن تيجي في التمرين. وفي افكار كتير جدا. ان شاء الله بازن الله على حلقات كتيرة في قناة مصر. ياريت تتابعونا واي استفسارات على قناة اليوتيوب قناة مصر للتعليم الفني. طبعا واحنا خاصين بالتعليم التجاري. استفسر اسأل عن اي حاجة واحنا هنجاوبك لو في اي مشكلة. احنا بنسعد ان الطلبة تبدأ تسألنا. وتبدأ تعوز هي عايزة تزاكر او تفهم جزء مش فاهمة. انا وكل الزملاء تحت امركم ان شاء الله تحققوا بازن الله اللي انتو عايزينه. وان شاء الله توصلوا للهدف اللي انتو بتساعلوا من ايه? من اولى تجاري. طبعا جزء التجاري ده مهم جدا يعني من ضمن الحاجات الهمة اللي انت لما تتخرج ان شاء الله ربنا يكريمك اه بمركز كويس وبنتبقى محاسب كويس او اي مهنة تانية خاصة بكلية التجارة عشان خاطر تبقى ايه نوالي البلد وحاجة كويسة وحاجة مشارفة اتعب شوية زاكر حل تمرين هتلاقي الدنيا معك سهلة جدا 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 من غير اي تعقيدات. هبدأ بقى اجيب الكتاب وابقى مصمم على ان التمرين ده كده او كزا في بعض الزملاء بيبقى في فكرة هو بيضيفها وده بنشجعه عليها. تساهل للطالب التمرين. طبعا احنا مش هنخرج عن اطار الكتاب ما ينفعش. بس انا ابدأ اقولي الحاجة هي نفس المعنى او نفس المفهوم زي ما قلت من شوية مش لازم اقسمها المرتب اساسي واجر اساسي واجر متغير في بعض الزمنة بتحطها تحت بعضها ما فيش مشكلة. مش مانع يعني. تمام? التمرين التاني مهم جدا وركزوا فيه عشان نبدأ نقولي الحاجات المهمة بتاع تمرين محاسبة الضريب والضريبة الاولى اللي هو انتوا خل يعني التركزوا فيها قوي. ضريبة المرتبات عليها درجة كبيرة جدا من ضمن اسئلة الامتحان. وانا قلت في حلقات قبل كده لو تبعتونا ان احنا عندنا خمس اسئلة او ستة بكتيره في الامتحان من الست اسئلة المقررين. طيب التمرين بيقولي ايه بقى في ضريبة المرتبات نبدأ مع بعض نشوفه. محمد علاء يعمل مدير بشركة قطاع عام بدقادة شهرية ما يلي. مرتب اساسي الفين. المرتب الاساسي الفين اهو. اجر اضافة خمسمية. حافز انتاج خمسين في المية من مرتبه الاساسي بدأت طبيعة عمل متين جنيه. وعلوة خاصة غير مضافة للاجر الاساسي. لاحظ بقى قال لي فقز عليم تأنى الممول مشترك في التأمين الصحي نسبة واحد في المية. قال لي هو مشترك في التأمين الصحي. بقى الرغم ان هو اقطاع عام. خلي بقى لو ما اجابهاش انا هعملها عشان ده اقطاع عام يعني حكومة. الممول يدفع متين جنيه الممول يدفع متين جنيه شهريا قسط تأمين على حياته لصالح زوجته واولاده القصة. طيب نحن شوف التأمين بيتحلي زي بقى بعمل تمهيد للحال. تمهيد للحياة ده معي برضو مهمة جدا. حساب اشتراك التأمين الاجتماعي عن الاجر الاساسي. ركزوا بالله عليكم شوية في الجزء ده. المرتب الاساسي او الاجر الاساسي يشمل حاجتين. مرتب اساسي واعلوة خاصة بس شرط التكون عالوة الخاصة مضافة للاجر الاساسي. طيب هو اقلي في التمرين العلاوة اللي موجوده ده حضرتك غير مضافة للاجر الاساسي بقى اخد المرتب الاساسي بس. فالمرتب الاساسي الفين واقل يلح الد الاقصى في التمرين الفين ونص. طبعا انت بتختار الاقل وركز في اللي جايدة عشان تفهمه. الاقل لالفين ولا الفين ونص الفين. يبقى الفين فى تلات اشرة عالمية هيديني ماتين وستين. اما الاجر المتغير جايب لي في التمرين ثلاث حاجات. اجر اضافي خمسمية. حوافز انتاغ خمسين في المية من الاجر الاساس. بصوا كده معي المرتب الاساسي كم? ودي برضو نقطة عايزة وضحها. هو يا جماعة لما يقول لي خمسين في المية بدل طبيعة عمل. او خمسين في المية علاوة. او اي نسبة معين. هو انا برضو طبيعة بطبيعة الحال. برضو نقطة دي عشان جات في امتحان العام السابق. يعني انا عايز بس كده بالعقل ونبدأ نفكر مع بعض. لو انا عندي دلوقتي هاخد علاوة او اخد بدل طبيعة عمل او حافز للانتاج. هل يا ترى هاخده على مرتب الاساسي اللي انا بأبضه? ولا مع العلاوة اللي انا باخدها? العلاوة دي لوحدها. هلان ده بتزيد عندي كل سنة او نسبة معينة او مبلغ معين? لما هاجي احسب لحضرتك ازا كان حافز انتاج او اجر اضافي او بدل طبيعة عمل بحسبه من المرتب الاساسي. بحسبه من ايه تاني? عشان ما يبقاش فيه لغة ونوحد كلنا افكارنا. كلنا يهمنا مصلحة الطالب. ما يبقاش طالب بيحل بطريقة. واحنا بنجاوب او نموزج الاجابة جاي بطريقة تانية. فالطالب يتلغبط هو سمع مني ومنك. انا ممكن اقول لك معلومة تكون غلط. والطالب بيمشي عليه. لأ احنا عايزين نوحد افكارنا. طبعا احنا بنتابع مستشارين المادة. السيد الأفضل مستشارين المادة والنشارات اللي بتيجي من الوزارة. وبنتابع برضو كتابي المدرسة ما نخرجش عنه. الا في قدية الحدود اللي هي الافكار اللي انت محتاج ان انت تعرفها للطالب تشغل دماغك فيها. اه انما مش هبدأ مثلا اقول للطالب لا ده انت خلاص كده يا لازم تتحلي بالطريقة دي. لا لازم انوع. لازم اخلي الطالب يعتمد او يبدأ يفهم ما يحفظ عشان خاطر يبدأ يحلها. يبقى الجزء اللي انا قلته دلوقتي قال لي خمسين في المية حوافظ انتاج. من الاجر الاساسي. مش الاجر الاساسي عندي الفين. لما تضرب الفين في خمسين على مية هيطلع النتج الف. دي انا بوضحها عشان برضو لو رجعت تاني باللي بقوله هتلاقي ان حوافظ انتاج موجودة عندي بكام بقى الف جنيه. فانت ممكن وانت بتذاكر تقول الالف جنيه دي جات منين. يعني انا عايز افهم الالف جنيه دي جات منين. ارجع تاني تمرين بصوا معا كده على التمرين. شوفوا الارقام دي جات ازاي عشان تبدأ تحلها. الاجر الاساسي قلنا مرتب اساسي الفين وهو الواحده عشان العلاوة غير مضافة. الاجر الاضافي خمسمية. حوافظ انتاج الف بدل طبيعة عمل تلتمية. وعلوة خاصة غير مضافة ربعمائة. لحظوا كده ان الاجر الاساسي خمسمية والحوافظ الف والتلتمية دول مرتب او اجر متغير. وضيفت عليهم العلاوة الغير مضافة. طالما العلاوة الخاصة دي غير مضافة بتضاف عليهم. طلع المبلغ الفين ومتين وهو قال لحد الاقسى الف فباخد الالف فعشرة على مية بميت جنيه. لحظوا. الاجر الاساسي نسبته 13 في المية والاجر المتغير نسبته 10 في المية. احسب اشتراك تأمين صحي ازاي؟ يحسب اشتراك التأمين الصحي على الاجر الاساسي والاجر المتغير ونسبته 1 في المية. طب يا مستر احنا متلخفينين شوي. انت بتقول حضرتك هنا الاجر الاساسي في الاول الفين وفي حد اقصى الفين ونص بس انت لما حسدته ترتاشر في المية حسدته على الفين اخد الاقل فيهم نفس الكلام اللي هو كام الفين ولما جيت حسبت على الاجل المتغير لقيت المجموعة ع الفين ومتين بس لما جيت لربطها العشرة في المية خدت الاقل اللي هو لحد الاقصى هاخد الاقل برضو اللي هو الالف جنيه يعني فيه ناس بتحسبها بقى بطريقة زي الله اعلم انا احنا بدمشي على الحاجات السابتة اللي هي ما فيهاش اي اختلاف خالص ولا فيها اي تغيير يبقى الفين زياد الف يدينا تلات تلاف واحد على مية بتلاتين جنيه اكام الجدوان اللي بقى التمرين بتاعت بيقول ايه التمرين بيقول لي حساب الضريبة اجمال الاجل نفس الكلام لاحظ كده ان الاجل الاساسي طالع كم حاجة واحدة مرتب اساسي بالفين والاجل المتغيرة تشمل اجل اضافي خمسمية حافظ انتاج الف بدل طبيعة عمل تلتمية والعلوة الخاصة غير مضافة ايا كان رقمها تعفى ومهلاش رقمه اجمع الارقام تطلع تلات تلاف وتمنمية وابدع بقى كده اخصم منه اعفاء شخصي قلت الجزء الاول تاني سابت هتلاقيني كل حاجة سابتة كاتب لك جنبها كلمة سابت الجزء الاول عندي كام سبع تلاف اساسا كانت في السنة سبع تلاف لما جينا قسمناه على اتناشر شهر طلع الناتج خمسمية تلاتة وتمين وتلاتة من عشر والاجل الاساسي قلناه حسبناه كام قلت يا ميستر حضرك تسل حسب المانتين وستين والمتغير مية ما جمع الارقام التلاتة خمسمية تلاتة وتمين وتلاتة من عشر زيR 260 زيث سيهد مية يبقى تسعمية تلاتة واربعين وتلاتة من عشر هاي اتديني اطرح من أأديني عالفين تلاتة وتامنمية هاي اتديني الفين تلاتة وتلاتة وخمسين وسبعة من عشر ان الارقم ده في الجدوة التاني تابع الضريبة بتاعتي بقى الجدوةoftةالتكملة بتاعته اللي هو ايه كان بقى 2856 57 اخصم منه ركزه بقى في دي عشان خاطري عشان تعرفه تحله قال له الراجل مؤمن على حياته وحياة اولاده بقسط تأمين وزوجته 200 جنيه في الشهر تمام وبيدفع اشتراك تأمين صحي حسبته ب30 جنيه 200 ودي 30 يبقى 230 حضرتك لازم تعمل المقارنة اي واحدة من دول تيجي في التمرين اذا كان اقصد تأمين على الحياة او اشتراك تأمين صحي لازم حضرتك تبدأ بعد كده تعمل ايه تروح مركز معايا على التمرين بتاعنا وتروح عامل ايه ماسك رقم بتاعت اخر رقم تلي عندك هو اخر رقم تلي عندك كام 2856 57 هتاخده تضرابه في نسبة سابتة 15 عالمية اضرابه في نسبة سابتة 15 عالمية هيطلع الناتج بتاعي كام 373 والمبلغ اللي انت دفعت اللي هو ده 230 واو 833 818 ده رقم سابت حضرتك اختار للاقل بقى تاني ما بينهم تاني المقارنة دي عشان ما اتهوش فيها قال لي هو راجل ما امن على حياة صالح زوجته واولاده بـ 200 جنيه طب لو راجل ما امن على حياة صالح زوجته واولاده وامه تقسم الرقم على طول بـ 200 عايز اقولها دي واضحها معلش عشان مهمة جدا جدا بالنسبة له لو جالك تمرين ان الراجل المفروض التأمين بيكون على مين على الممول وزوجته واولاده زوجته واولاده بس واولاده يكون قصر يعني ما عدوش سن البلوغ اللي هو 21 سنة او ايه السن القانونية طيب لو قال لك امه هو بيقول لك ما امن على حياته بـ 400 مثلا انا قلت رقم من عندي اهو 400 اخد 200 اقسم رقم على 2 عشان والدته هو مش مسؤول عنها طب لو قال لك اخوه اخد برضو المتين طب لو قال لك ابنه البالغ من العمر او يعمل ابنه كبير في السن مانيش دعوه به ما امنش عليه اقسم برضو رقم على 2 بنته المتزوجة برضو اقسم رقم على 2 لازم يكون شرطة اساسي التأمين يكون على زوجته واولاده القصر تمام بعد كده انا عايز اقول حاجة مهمة جدا الجزء ده نقطتين اشتراك تأمين على الحياة والجزء التاني اللي هو مهم جدا اشتراك تأمين صحي بعد ما بنجمعهم نعمل مقارنة وركزوا في المقارنة كلكم بتيجوا عند النقطة دي وتبدأوا ايه تخرفوا تبدأوا تجيبوا ارقام من دماغكم تبدأوا مش مركزين فيها مع انها سهلة جدا جدا تعالوا شوفها دلوقتي مع بعض في التمرين بتاعنا ده هي جات ازاي المقارنة الاولانية بتاعتنا بتيجي ازاي قالك الالفين تبنمية ستة وخمسين وسبعة من عشر اللي موجودة معايا دي رحت ضربتها في خمستاشر علامية يعني حضرتك بتقولني خمستاشر علامية دي ستة اه ستة بيساوي تلتمية تتة وسبعين واحنا لما جمعنا اقصاد تأمين على الحياة واقصاد تأمين صحي تلعب بمئتين وتلاتين وبجي حاطة رقم من دماغي اللي هو تمنمية تلاتة وتلاتة وتلاتة من عشرة ده رقم سابت فاحنا بنختار ايهما اقل فالاقل مئتين وتلاتين اطرحهم كالعادة من صف الاراضي الشهري المؤقت الفين تلاتة وخمسين وسبعة من عشرة يبقى الفين ستتمية وستين وسبعة من عشرة يحول الى سانوي بالضرب في اتناشر خد الرقم ده اللي انت جايبه الفين ستتمية ستة وعشين وسبعة من عشرة هتضربه في اتناشر عالمية هيطلع واحد وتلاتين الف خمسمية وعشرين قربها بقى الاقرب رقم عشري يعني شيل اللي اربعة من عشرة دول وخليها واحد تلاتين الف خمسمية وعشرين والاخيرة دي القبل الاخيرة تخصى من شريحة المعافية من الضريبة رقم سابت اللي هو كان تمن تلاف فهيدينا تلاتة وعشين الف خمسمية وعشرين حبيب بقى جزق كده انت ما كاملتش تمرينك ليه مستر هقولك بقى حضراتك التمرين لحساب الضريبة الشهرية اذا جالك الرقم ده وعاء الضريبة الاخير ده الرقم الاخير ده اكتر من اتنين وعشرين الف اعمله على مرتين على شريحتين ودي في الخطوة الجاية وحلقات الجاية هشرحها باستفادة قوي بس عشان احنا مش محتاجينها دلوقتي لو جالك الرقم الاخير ده اكتر من اتنين وعشرين الف اعمله على مرتين مش رقم جايلك الفين تلتمية او تلاتة وعشرين الف خمسمية وعشرين خد منه الضريبة السنوية 22000 اضربهم في عشر على مية يعني ااخد 22000 دول اضربهم في عشر على مية هيطلع 2200 جنيه ثم الباقي بقى من الرقم بتاعي اللي هو 23520 شيل منه 22000 اللي خدتها واللي يطلع الناتج اضربه في 15 على مية يبقى اول شريحة 10 في المية والتاني شريحة 15 على كام على مية طرحت الاتنين من بعد طبع 1520 ضربته في 15 على مية يبقى ميتين تمانية وعشرين يبقى الضريبة بتاعتي 2200 زي 228 يبقى في السنة هدفع 2428 اقسمها على 12 عشان اجيبها في الشهر تلعب بميتين واثنين كده احنا اعتبر ايه خلصنا جزء مهم جدا سؤال معنا في الضريبة سؤال تاني شامل افكار كتير انا كده قدامي بس تمرين ايه طب هو هو نفس الافكار طب انت هجيب لنا افكار ايه اممكن اجيب لك تمرين بالسنة يحصل الموظف كذا كذا على مرتب شهري بدل شهري اقولك سنوي طب هتحلها ازاي طريقتها بسطة جدا وسهلة وكل الافكار متاحة واحنا اعتبر نهاردة ان شاء الله غطينا كل حاجة احنا هزين نقول حاجة برضو ان انتوا لازم تركزوا يعني تابعوا كده تابعوا كده التمرين وتحب ده وتحلوه وعمليها سهلة جدا يعني مثلا لو جيت التمرين انا قلت لك كده بدل شهري جبت اقولك سنوي طب انا ما اجيبه السنوي دلوقتي معايا اعمل في ايه هبدأ امسك تمرين كله جدا ام التمرين بتاعي بارقامه كلها هو بيحصل على مثلا مرتب سنوي احولوا لشهري بالاسمة على اتناشر يعني لو واحد بياخد في السنة اربعة وعشرين الف هتروح اسمة على اتناشر يبقى هتجيبها في الشهر بقى الفين سهلة طريقة يبقى انت بدل ما تعملها على اتناشر على سنة لا انا عايز اعملها على شهر فيه ممكن تمرين زي انت حان برضو جاء قبل كده اللي هو جاء قال لك ايه بقى قال لك ان بيحصل على مرتب اساسي كذا في السنة وبعدك راح جاء التمرين تاني او جزء تاني تحته وعلى علاوة خاصة كذا في الشهر وبيحصل على بدل طبيعة عمل في الشهر وبيحصل على حوافظ في السنة هو بيلاخفينك فانت لو جاءت لك في التمرين المرتب او العلاوة او البدل او طبيعة العمل او كل جزء من ده بالسنة انت حضرتك بتبدأ تقسمها على 12 تمام وبتبدأ تكمل تمرينك عادي جدا 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 وبرضو قبل ما اختم حلقتي معكم لازم تركزوا في التمرين ده كويس قوي ولازم معايا تبدأوا تعرفوا في المرتبات اعرف اين مرتب الاساسي وان الاجر المتغير او الاجر الاساسي والاجر المتغير طيب احنا كنا معاكم ان شاء الله ساعدنا بكم وان شاء الله نكون برضو قد اسعدناكم ويا ريت نكون موفقين في شرح المادة معاكم وتبدأوا تذكروا وبرضو من الاسئلة المهمة جدا السؤال الاولى لان شرحت النهار ضريبة المرتبات ونتماني لكم التوفيق ان شاء الله والنجاح كان معكم استاذ محسن الشريف بوظهر التربية والتعليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتمانيات لكم بالنجاح والتوفيق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة